أنت تعلم أن الاستعدادات هي كبيرة جداً لاستقبال هذا الحدث هذا الحدث هو يعني كما تعلم حدث دولي وليس مرتبط ببصرة فقط إنما مرتبط بعموم العراق لذلك أصبح هناك تضافر كبير وجهود كبيرة من أجل إنجاح هذا الحدث فالآن حقيقة كل الاستعدادات هي في طور الاكتمال أكثر من 90-95% منها اكتمل لم يبقى شيء يعني مثلاً الطريق الرابط ما بين المدينة الرياضية ومنفذ مطار البصرة الدولي طريق مهم سيفتتح إن شاء الله في يوم ستة لأنه كما تعلم أعمال فيه كبيرة جداً هذا آخر الأعمال كان الأعمال متعلقة بدواء البلدية هي أعمال تتعلق بالتشجير وصبغ الأرصفة انتهينا من عملية تأهيل الطرقات كل الطرقات المؤدية المدينة الرياضية والمؤدية للفنادق أو التي تربط المنافذ التي يتم دخول المشجعين والوفود الرياضية منها إلى المدينة كلها تم تأهيلها طبعاً الآن وصلنا إلى مرحلة حقيقة تجميل وتزيين هذه الطرقات أيضاً هناك وضع بوسترات وأيضاً علامات تشير إلى هذه البطولة وهناك بوسترات أيضاً تنسجم مع روح ورونق هذه المدينة لتعطي صورة أن المدينة تستقبل هذا الحادث الدولي الكبير وهي الآن تؤدي كل الدوائر سواء كان دوائر الساندة المرتبطة بالوزارات أو الدوائر الخدمية المرتبطة بالمقافضة دوائر البلدية بالتحديد هي تعمل بشكل مستمر نعم طيب سيد الحسن ما الذي واجهته البصرة من صعوبات حتى نتحدث عن تأخر ملحوظ جداً في تنفيذ كل المشاريع المتعلقة بخليج 25 نتحدث عن أيام قريبة حتى ينطلق أو تنطلق هذه البطولة لماذا هذا التأخير سيد الحسن؟ نعم يعني شوف هي الآن إذا أحشي لك هي بالعكس مو معوقات الآن هي تحديات وتم اجتياز أكثرها لكن كنا يعني قد نظهر بحلة أجمل من هذه الحلة تأخر لدينا مشروع أحد المعوقات لسؤال حضرتك تأخر لدينا مشروع في الحكومة السابقة قدمها يعني هذا المشروع يتعلق بعدة مشاريع خدمية للبلدية كلها يعني تتعلق بتجميل الشوارع وتزيينها وتشجيرها وصيناتها بشكل أكثر حتى تتدخل في الأعمال المدنية لكن للأسف تأخر هذا المشروع الكبير لدى وزارة التخطيط مع العلم أمواله مرصودة في البصرة وبالتالي لم يعني لم نوفق بالتأكيد يعني بعد خليجي سيتم تنفيذه في البصرة على المدى البعيد لكن حتى أحشي لك احنا كنا حاسبين أن يدخل في ضمن خليجي ولكن للأسف تأخير وزارة التخطيط في الحكومة السابقة الآن حقيقة لا توجد هناك معوقات لأنه الجانب الأمني كما هو موضح تم تكليف كل القوى المكلفة بواجبات الحماية والأمن أن يتم الاعتماد على الجهد الحكومي وهذا توجيه من قبل السيد المحافظ والأخ رئيس وزراء أنه لا يتم الاستعانة بأي شركة أمنية وحنا حشينا هذا الحشي أو أي شيء من هذا القبيل أنه فقط الجهد الحكومي العراقي الذي يتولى مسؤولية الحماية الأمنية للوضع الخاص بالمطولة نعم طيب خلال افتتاح سيد الحسن ملعب الميناء الأولمبي طبعا من رصد الشارع الرياضي وحتى من غير الرياضي طبعا رصد المشكلة المتعلقة بإضاءة الملعب وكان هناك الكثير من الانتقادات على الصورة المنقولة عبر الفضائيات هل عالجتم هذا الخلل وأين وصلتم به لأننا نتحدث في سياق الفيديوهات المتعلقة بعمل الجهات المعنية لا زال العمل جار ربما في إصلاح هذا الخلل المتعلق بالإضاءة نعم صحيح كلام حضرتك والانتقادات والجهد صحيح لكن خلي أقول لك فر الشغل هذا الملعب طبعا هو يعود في البصرة لعام 1931 وانحشينا يشكل فشيء مهم لأهالي البصرة واسمه ملعب الميناء الأولمبي كان يتسع لسعة خمسة ألاف متفرجة الآن يتسع لثلاثون ألف متفرج يعني حقيقة هي المشكلة التي حصلت الآن تم معالجتها بالكامل وتم تعزيزها بنارة كاملة وهي مباراة كان كان افتتاحية يعني هذا الملعب في هذا اليوم هو تم افتتاحه وفي نفس الوقت تم إجراء هذه المباراة التي حصلت لذلك حقيقة ذكرنا أنه هذا لا يخيفنا ولا يقلقنا رغم أنه يعتبر حدث مهم بالجانب الرياضي لكن مع ذلك تم تلافيه ومعالجته بشكل جذري وتعزيز الإنارة بشكل أكثر من قبل الشركة المنفذة كما تعلم المشروع يعني الآن هو نفذ من قبل شركة متخصصة من قبل يعني تعاقدت معه زادة شاب الرياضة والحكومة النحلية أشرفت على إنجاز المراحل المتعلقة بالملعب والآن ظهر بحلة جديدة وإن شاء الله ستكون أو سيشهد يعني مباراة حقيقة متعددة أثناء البطولة وسيكون ملعب يشكل أيقونة مهمة وكبيرة لأهالي البصرة أنه يقع في وسط البصرة وتحديدا في منطقة المعقل طيب الملعب الأخرى أيضا هل تم النظر في إضاءتها بعد هذا الخلل الذي حصل في ملعب الميناء الأولمبي يعني كشي تجريبي أو في تيست قبل أن تبدأ البطولة يعني طبعا المشروع المدينة الرياضية يعني هو فيه ملعبين لكرة القدم الملعب الأول يتسع لخمسة عشر ألف متفرج والآخر يتسع لخمسة وستين ألف متفرج طبعا عدة مشاريع نفذت في المدينة الرياضية كلها تم صيانتها بالكامل بدءا يعني من الإنارة والتجير والمدرجات وبالتالي صيانة الطرق المؤدية لها وأيضا جهوزية الغرف الخاصة بالملاعب والفرق كلها مكتملة وكلها تم إجراء وضع تجريبي لها والآن بدأنا بوضع أيضا البوسترات تم انتهاء من عملية وضع البوسترات وأيضا السيد المحافظ ومعالي وزير الشاب الرئيس متواجدين في الملعب الأخرى الاتحاد أيضا وبالتالي الشركات المنفذة وأيضا مدرأ الدوار والكل الآن حقيقة هي جاهزة وليست لدينا أي مخاوف منها سيد الحسن هذا ما يتعلق بالمنشآت الرياضية ما بعد هذه المنشآت ما بعد هذه الملاعب كيف تبدو الصورة لأنه نتحدث عن وفود خليجية رسمية وغير رسمية لربما ستتجول بالمحافظة كيف تبدو المحافظة المرافق السياحية الوضع الخدمي بعموم المحافظة لأنه أيضا هناك حديث أن المحافظة ليست جاهزة بالتمام في هكذا مشاريع خدمية بالتحديد نعم أنت تعلم أن الوفود الرسمية حقيقة تم تأمين وضعها بالكامل فيما تعلق بإقامتها بالفنادق والأمور اللوجستية الأخرى باقي الوفود أيضا يعني الأكثر منها هو أيضا تم تأمينه في هذا الصدد المشاريع أو المرافق السياحية في البصرة هي مرافق واوحة يعني كورنيش البصرة الآن ظهر بحلة جديدة اكتمل في الوقت الحاضر وبالتأكيد سيشهد يعني من الآن هو شهد زيارات لكثر من المشجعين والفرق التي زارت البصرة هناك كثر من المطاعم هناك فنادق يعني أنا ذكرت أنه تم افتتاح فندق موفمبك قبل تقيبا أسبوع من الآن أيضا الفنادق المتواجدة في البصرة يعني لا بأس بعددها لكن بالحقيقة هي متطورة جدا يعني فندق اليوم لربما هو سبع نجوم أيضا يتم زيارة الأسواق والمناطق الأخرى أيضا أجلت عليها بعض التعديلات من قبل دوائر البلدية فيما يتعلق بفتح الطرقات بالكامل على فكرة لا توجد هناك أي حواجز أيام البطولة وإثناء مرون الوفود لأنه ستكون يعني انسيابية الحركة معقولة ولا توجد حواجز أمنية بالكامل لأنه القوة ستكون ماسكة للخارج والجانب الأمني في الداخل مؤمن نغم